التقى وزير الثقافة مروان دماج في العاصمة المؤقتة عادا مع قيادة الهيئة العامة للأثار والمتاحف ومدراء عموم فروع الهيئة بالمحافظات واستعرض اللقاء نشاط الهيئة العامة للأثار ونتائج مشاركتها في ورشة العمل الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والتي عقدت في جيبوتي واستمرت على مدى ثلاثة أيام واخلال اللقاء عرض المشاركون أهم نتائج الورشة وسبل الاستفادة من مخرجاتها التي ستحافظ بالدرجة الأولى على الموروس الثقافي لليمن الذي عانى من العبث والتهريب وما زال يتعرض لعملية جائرة في ظل الصراعات الدائرة بالأثار